بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد نور على الدرب ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركاته أول أسئلة هذا اللقاء من المرسلة جيم من الرياض تقول فزوجت من رجل طيب والحمد لله وذهبنا للعيش مع أهله في مدينة بعيدة لكن عندهم عادة ليست حميدة هي كشف نسائهم عند الرجال وأبوهم شيخ كبير ويستعمل الدخان ولا يداوم على الصلاة وقد أشرت على زوجي الذهاب من عندهم عندما نصحناهم فلم يستجيبوا ولكن زوجي رفض بحجة أن هؤلاء أهله ووالداه فقلت سوف أذهب وحدي لأني أخاف على نفسي فما قولكم في فعل هذا وما ترون لي جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإنه مما لا شك فيه وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم رأيت عليه خللا ولا سيما إذا كان قريبا منك أو قريبا من الأسرة التي تنتسب إليها فما قامت به هذه المرأة أمر تشكر عليه من الاستنكار لعدم الحجاب ومن تكاسل عن الصلاة وشرب الدخان كل هذه منكرات بلا شك وقد أدت ما يجب عليها فجزاها الله خيرا وأما ذهابها من عندهم بدون إذن زوجها هذا يخشى عليها من الضرر بسببه ولكن في المرة الثانية لا تذهب معه إليهم تبقى في بيتها ولا تذهب معه إليهم ما داموا على هذه الحالة نعم يبدو أنها معهم للعيش معهم بشكل مستدين مع زيارة تقول ذهابنا للعيش معهم للعيش معهم إذن له الحق أن تطلب بيتا مستقلة سأطلب من زوجها بيتا مستقلة لا الحق في ذلك نعم أحسن الله إليكم المرسل ميم لام من الرياض له سؤالان يقول في أولهما هل يجوز أن تخصى البهائم من الأنعام وغيرها وهل صحيح أن الأرقاء قديما كانوا مخصيين خصى البهائم يجوز للحاجة إذا كان يترتبوا على ذلك المصلحة في نمو الحيوان الذي يرادل الغبح وأكل لحمه كالخراف وغيرها فلا بس بالخصى لأجل المصلحة مترتبة على ذلك قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني مخصيين هذا يجوز من أجل المصلحة لكن معرف بالبهيمة عند الخصى واتباع أسهل وسيلة مريحة لها في ذلك نعم بقيت السؤال يقول هل صحيح أن الأرقاء قديما كانوا مخصيين الله أعلم لا نعلم عن ذلك شيئا لم يثبت فيه شيئا الله أعلم يقال هذا هذا يقال لكن لم يثبت عن ثقات وقوع هذا الشيء يتردد عند العام ما أن خصائهم من أجل أمنهم على النساء قد يقع هذا قد يقع هذا من بعضهم فالله أعلم نعم سؤال الآخر يقول فيه من نوى الزكاة ثم مات ولم يزكي فهل يمكن دفع الزكاة يعاني بنية أنه زكى هو أما العمل جزاكم الله من وجبت عليه الزكاة ومات قبل إخراجها فإنها تخرج من تركته تخرج من تركته لأنها دين لله عز وجل والديون يبدأ بها قبل الوصايا وقبل الموارف قوله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية فهذا دين لله عز وجل وجب في هذا المال وفي ذمة هذا الميت فيجب على وليه من بعده أن يخرج الزكاة من ماله نيابة عنه نعم أحسن الله إليكم الأخت أم محمد من البكيرية في القصيم لها سؤالان أرسلت بهما تقول في أولهما متى يباح إسقاط الحمل وهل يكون علي نفاس إذا أسقطته لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر جماعة من الأطب بأن بقاءه فيه خطر على حياة الأم فإذا قرروا وأجمعوا على أن في بقاء الحمل خطرا على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضه في هذه الحالة دفعا للضرر وأما النفاس من أثر الإسقاط فإن كان تم له واحد وثمانون يوما يعني استنفد الأربعين الأولى والأربعين الثانية ودخل في الأربعين الثالثة في طور المضغة في طور المضغة فإنه يجب عليها النفاس حينئذ بسقوطه إذا نزل عليها دم بعده أما إذا كان قبل هذه المدة فإنه ليس عليها نفاس بل يجب عليها أن تصلي ويعتبر هذا الدم دم فساد ودم نزيف لا تترك من أجله الصلاة والصيام نعم أحسن الله إليكم سؤال الآخر تقول فيه ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية لأجل أن تحل محل الغناء لا تستمع للأناشيد ولا للغناء كلها الأناشيد من الغناء هي نوع من الغناء وليست إسلامية الإسلام ليس فيها أناشيد وإنما هذا اسم مبتكر عند بعض الصوفية أو بعض المتشبهين بالصوفية الواجب على المسلم أن يستمع القرآن وأن يستمع إلى ذكر الله عز وجل وليس بحاجة إلى استماع الأناشيد التي تأخذ وقته وتلهيه عن ذكر الله عز وجل بعضهم شيخ يحتج قوله صلى الله عليه وسلم بفقا بالقواليد هذا واحد ينشد واحد في السفر كان ينشد بلحن يعني أي واحد في السفر بصوت واحد ما هو صوت جماعي وأناشيد جماعية منغمة كما هو الحال عليه الآن ليست هذا من هذا النوع ففي السفر إذا ملأ الناس من السير فلا بس أن يحدو واحد بصوته من أجل الإبل تسير على صوته ومن أجل أن ينشط المسافرين ويطرد عنهم النعاس صوت واحد شخص واحد ما هو أناشيد المرسل عبد الرحمن محمد من جدة يقول أنا مريض بسلس البول عافان الله وإياكم وأتوبأ لكل صلاة وأحيانا أكون في المسجد الحرام ولكني أشعر بشيء يخرج مني أعزكم الله فهل أذهب لأعيد الوضوء علما أن دورات المياه كما تعلمون خارج الحرم وبعيدة عنه وبها زحام شديد وربما تفوتني الصلاة وأنا في الدورة فماذا أفعل وهل إذا فاتتني الصلاة أصليها من جديد وما قولكم في فوت الجماعة لي وعلى جوار المسجد أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلم إذا كان البول ينزل عليك بصفة دائمة فهذا هو مرض السلس فعليك أن تتوضى عندما تريد الصلاة لا تقدم الوضوء بوقت طويل وإنما تتوضى عندما تريد الصلاة عند الإقامة إذا كنت تذهب للصلاة في المسجد تتوضى وتذهب إلى المسجد لتحضر الصلاة من أولها وتضع يعني تستنجي أولا ثم تضع على ذكرك حافظا يمنع تسرب البول إلى ثيابك وإلى جسمك وإلى المكان تضع شيئا حافظا ثم تتوضى ثم تصلي في الحال سواء كنت في مكة أو في غيرها ولو خرج منك البول في أثناء الصلاة فإنه لا يبطل صلاتك والحمد لله بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إذا توضأت بزمن طويل فإنه لا بد من إعادة الوضوء لأنك توضأت قبل دخول الوقت وحضور الصلاة بالنسبة لك لأنك من أصحاب الأعذار فلا تقدم الوضوء بوقت طويل وإنما تتوضأ عندما تريد الصلاة أو قبلها بيسير إذا كنت تذهب إلى المسجد نعم أحسن الله إليكم محمد إبراهيم مصري مقيم بالمملكة يقول اشتريت سلعة معينة نقدة ثم بعتها على آخر بالتقصيد ولكن بسأل أعلى مما اشتريتها به فمعكم ذلك جزاكم الله خيرا إذا كنت قد اشتريت السلعة وقبرتها قبضا تاما فلك أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أو بثمن مقصط أكثر من ثمنها الذي اشتريتها به أو أقل أو مساوي لا حرج عليك بذلك قوله تعالى وأحل الله البيع والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على من أما إذا كنت تبيع السلعة قبل أن تملكها وقبل أن تقبيضها ثم تذهب وتشتريها تسلمها للمستدين منك فهذا لا يجوز قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم يقول في سؤاله الآخر هل يصح أن تتزوج امرأة من رجل وقد دفع نصف المهر لها قبل الزواج ويريد بعد الزواج دفع الباقي بالتقصيد لا بس المهر أمره واسع إن شاء دفعه دفعة واحدة قبل العقد أو بعد العقد وسواء دفعه جملة أو دفعه مقصطا لا حرج في ذلك على حسب ما يصطلحان عليه نعم الحمد لله المرسل أحمد علي من اليمن يقول هل يجوز إحراق الأوراق التي فيها ذكر الله في المنزل وكذلك الصحف والمجلات والكتب كأوراق المصحف المقطع وهل تمزيقها قطعا صغيرة يكفي عن إحراقها لأنها إذا تمزقت قطعا صغيرة لم يعد فيها شيء تام من ذكر الله ولا من الأسماء الحسنى ونحو ذلك مما يجب احترامه أما الأوراق المصحف وأوراق الكتب الحديث وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل فهذه الأوراق يجب أن تحرق أو أن تدفن في مكان طاهر إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر وأما بقية الأوراق فلا هو أن يحرقها في أي مكان نعم حسن الله إليكم تمزيقها أي شيء خطعا صغير أو يمزقها لا هو أن يحرقها وأن يمزقها أو يتركها مدام ليس فيها قرآن وليس فيها ذكر لله عز وجل فهو بالخير إن شاء تركها وإن شاء مزقها وإن شاء أحرقها لو أراد أن يرميها في سلة المهملات فمزقها قبل ذلك مزقا صغيرة يكون هذا كالإحرار يتلافا لها لا بالنسبة للمصحف بالنسبة لورق المصحف لا يكفي تمزيقها اللابد من يتلافها تماما بحرقها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أو بدفنها في مكان طاهر نعم لكن غير ذلك لكن غير ذلك من الأوراق لا هو أن يمزقها ولا أن يتلفها وأن يحرقها نعم فإذا مزقها مزقا صغيرة يرميها مع أوراق أخرى الترمى في المهملات ماذا ليس فيها شيء من ذكر الله عز وجل فلا بس قد يكون فيها مثل بسملة لا إذا كان فيها شيء فإنه يحرق ما فيه ذكر الله أو يدفنه بمكان طاهر نعم حسن الله إليكم المرسل السناء محمد من الرياض تقول صليت العصرة ثم شككت هل صليت ثلاثا شككت أني صليت ثلاثا وماذا علي إذا نسيت السجود كله أفتوني مأجورين سجود الساهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام إلا أنه إذا كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام وإن كان عن نقص في الصلاة سهوا فإنه يكون قبل السلام هذا هو الأفضل وإذا تركه الإنسان وطال الفصل فإنه يسبط عنه أما إذا تركه ولم يطل الفصل فإنه يعود ويسجد للساهو نعم أحسن الله إليكم في أولهما إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته ولا على أحد هل يقع الطلاق أم لا نعم يقول إذا تلفظ الزوج بطلاق امرأته أو نوى ولم يتلفظ على زوجته به ولا على أحد هل يقع الطلاق أم لا أما إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع وأما إذا نواه ولم يتلفظ به فمجرد النية لا يقع بها طلاق لأبد من التلفظ نعم ولو كان خاليا أين؟ إذا تلفظ به وقع ولو كان ليس عنده أحد أو عنده أحد أو بحضرة زوجتها أو بغير حضرتها المهم إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع سؤال الآخر يقول هل يجوز إهداء الصلاة وغراءة القرآن إلى أعز وأحب الناس لي؟ لا يجوز هذا لأنه لم يرد إهداء الصلاة للغير ولا إهداء تلاوة القرآن للغير والعبادات توقيفية مبنىها على الدليل ولم يرد في ذلك دليل وإنما الذي ورد أنه يهدى ثوابه للميت الصدقة والدعاء والاستغفار له الحج العمرى عنه ذبح الأضحية عنه هذه أمور ورد بها الدليل نعم أحسن الله إليكم المرسل ها ألف من الدمام يقول في سؤاله امرأة تزوجت وفي تلك الليلة وقبل دخول الزوج عليها قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل له حادث فمات فهل تعتد عليه؟ نعم إذا عقد عليها ثم توفي قبل الدخول فإنها يجب عليها عدة الوفاة وأيضا ترثوا من ماله ترثوا من ماله لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا عام في المدخول بها وفي غيرها ولأن ابن مسعود ربي الله عنه لما سئل عن ذلك أفتى بأن عليها العدة نعم جزاكم الله خيرا المرسلة هاء لام من عنيزة تقول في حفلات الزواج كثيرا ما نرى من بعض النساء من يقوم بالتصفير والتصفيق وتشجيع الراقصات ولو كان رقصا مسموحا به أو غير مسموحا به فهل يعتبروا هذا جائزا ومن حكم فيه وهل لكم من توجيه جزاكم الله خيرا الواجب على المسلمين أن يتعدبوا بآداب الإسلام في حفلات الزواج وفي غيرها لأنهم مسلمون ولا يجوز لهم أن يستولدوا عادات سيئة من غير بلاد المسلمين ومن غير عمل المسلمين والصفير والتصفيق هما من أمور الجاهلية هما من أمور الجاهلية وإنما رقص للمرأة أن تصفق للحاجة كما إذا كانت تصلي وراء الإمام والإمام أخطأ في صلاته فلها أن تصفق لتنبيهه أو احتاجت إلى ذلك لتنبه أحدا أو أحد استاذا عليها وهي في صلاة فلها أن تصفق لتنبهه فيباح التصفيق للنساء للحاجة أما التصفيق بالحفلات فهذا ليس من الحاجة وهو من تقاليد وعادات الكفار حسنا الله إليكم وجزاكم خيرا المرسل رمز الاسمه بالحروف نون زاي له سؤالان يقول في أولهما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يحرمه وأكل الدباء فهل من القربة أن أدع هذا وأكل هذا أم لا هذا ليس من القربة وإنما هو من العادات هذا من العادات الأكل من العادات إن شئت تأكل أكل من المباح وإن شئت أن لا تأكل فلا تأكل هذه أمور عادية ليست من أمور العبادة لكن اتباع رسول الله فيها يقول له فزية هذا ليس من باب التشرير وإنما هو من باب العادات يعني ينظر ما تألفه نفسه فباش تهامل حلال أكله أو تركه ينظر ما يليق بنفسه وما تطلبه نفسه ولا حاجة ويأكل منه أما أنه يأكل يقول لا أبا اقتدل الرسول وهذا السنة نعم هذا ليس من باب التشرير نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يقول فيه سؤاله الآخر ما حكم وضع بعض المأكولات الغذائية على الوجه لتلطيف البشرة إذا كان هذا فيه مصلحة للوجه والبشرة فلا مانع من ذلك المرسل جيم ميم من الرياض يقول ما حكم العلاج من العقم من خلال الإنجاب بالأنابيب وكذلك ما حكم الاستنساخ الذي بدأ تتحدث عن وسائل الإعلام جزاكم الله خير هذا الأمران من العبث والأطفال الأنابيب كما جرى البحث في ذلك في المجامع الفقهية منهم من أجازه ومنهم من منعه والأولى ترك ذلك وتجنبه لما فيه من الإشكالات وربما يحصل فيه شيء من إشكال النسب وغير ذلك تجنبه وكشف العورات والواجب أن تطلب الذرية من الوجوه التي شرعها الله سبحانه وتعالى بتزوج بثانية وثالثة ورابعة وأن ينتظر المسلم إلى أن يأتي الله له بالذرية ولا ييأس وأما الاستنساخ فالرامر باطل حتى الكفار استنكروه حتى الكفار استنكروه ومنعوا منه أحسن الله إليكم المرسلة هادال من الرياض تقول في سؤالها الأول هل صحيح أن الذي صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يليج النار وهل معنى ذلك أنه في الجنة وهل من صلىهما سوف يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة كما يرون القمر ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته يعني الله جل وعلا صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المراد بها صلاة الفجر صلاة العصر وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة الله جل وعلا يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر لما فياتين الصلاتين من الفضل العظيم ولأنهما تجتمع فيهما الملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النار يشهدون مع المسلمين صلاة الفجر وصلاة العصر فكانت لهما هاتان المزيتان على غيرهما من الصلوات ومن حافظ عليهما فإنه يرى ربه يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربك كما ترون القمر صحوة ليس دونه سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا ومعنى قوله لا تضامون أو لا تضامون بروايتين في رؤيته سبحانه أن كل يراه من غير زحام من غير أن يجتمع الناس في مكان واحد ليروه جل وعلا وإنما كل يراه وهو في مكانه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك برؤية الشمس ورؤية القمر كل يراها وهو في مكانه ولا يزدحم الناس لأجل أن يروا الشمس أو يروا القمر فكذلك الرب جل وعلا يرى من غير مزاحمة ومن غير مضايقة بين الناس وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من تشبيه المرء بالمرء كما يقول أهل العذر نعم تقول في آخر سؤالها وسمعت أن من صلى العشاء والفجر في جماعة ينال أجرا يساوي قيام الليل فهل هذا صحيح؟ وهل النساء لها ذلك ولو لم يكن في جماعة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً نعم هذا صحيح أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وهذا فضل عظيم وهذا يحصل إن شاء الله للذجال والنساء من المسلمين المرسل راشد علي من القصيم يقول هل تعليم الأطفال آداب الأكل والشرب والتعامل مع الناس والنظافة وغيرها وكذلك القراءة والكتابة ونحو ذلك واجب على والديهم أم غير واجب هل من كلمة في ذلك؟ جزاكم الله خيراً واجب على الوالدين أن يربي الأولاد على آداب الإسلام ولسيما على فعل الواجبات وترك المحرمات ولزوم الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عنده عمر بن سلم ربيبه وجالت يده في الصحفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فعلم هذا الصبي آداب الأكل دل على أنه مطلوب تربية الأولاد على آداب الأكل والشرب وغير ذلك من آداب الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على يالي عشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذه تربية على آداء الصلوات وعلى إبعادهم عن مواطن الشبهات والشكوك التي يمكن أن تدب الشهوة بينهم ولهذا أمر التفريق بينهم في المضاجع من أجل أن يعتادوا الابتعاد عن وسائل الحرام عن وسائل فعل الحرام إلى غير ذلك من الآداب التي الله جل وعلا يقول وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة فدل على أن على الوالدين أن يربي ولدهم الصغير على الأخلاق الفاضلة وأن هذا من إصداء المعروف والخير إلى ولدهما أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أخوتنا المستنعين الكرام أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلته ما تكرر به من جواب وشكر لكم حسن استماعكم ونفع أنا وإياكم بما نقول ونسمع ولكم في نهاية لقائنا تحية من زميني في أنبسة الصوت مش على الديش ونحن نتلقى استفساراتكم واسئلتكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدر والسلام عليكم